لو لسه ابنك بيتلغبط بين الفتح والكسر والضم والموضوع صعب جدا عليه وكمان عليك يبقى اكيد النشاط ده هيفيدك كتير وفي وقت قصير جدا ابنك هيعرف الفرق بين الحركات القصيرة بسهولة جدا بس خليك معي لاخر الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه وحشتوني من الفيديو اللي فات انا رغداء والنشاط بتاعنا النهاردة مهم جدا لانه يجمع بين الحركات التلاتة الفرح والكسر والضم بس يا ريت لو اول مرة تشوفوني انزلوا بسرعة واشتركوا معنا في القناة ويا ريت كمان فعلوا زر الجرس عشان ينصلكم كل جديد ولو اعجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتو تحط اللايك طبعا انا هعمل النشاط وهبتدي ادرب طفل قدامكم عملي وهوضح ازاي احنا بنقدر نتعامل بالنشاط ده مع الاطفال هنجيب اي ورقة عندنا صماء او مسطر اللي موجود عندك هتي احنا هدفنا هنا في القناة ان انا عايزة ابتدي اعلم او ادرب الامهات في البيت ان هي تبتدي تشتغل مع الولاد بقى اقل الخميط هبتدي اطبق الورقة ايمين وشمال كده بالتساوي وادوس عليها علشان بس ايه يبلي التطبيقة بتاعتها خلاص كده ادي التطبيقة باينة زي زي ما انتم شايفين وهبتدي اختار الحرف اللي انا هدرب الطفلة عليه نختار مثلا حرف الباق طبعا اه انا كنت عاملة فيديو قبل كده الفرق بين الحرقات القصيرة والحرقات القصيرة الحرقات القصيرة اللي هي الفتح والكسر قدام والحرقات الطويلة وهي حرقات المدود مد الف وماد و وماد الياء لو لسه ما شوفتوش الفيديو ده يا ريت تروح تبصوا عليه عشان خاطر بره حيفيدكم كتير مع الولاد انا هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف انا هبتدي دلوقتي اللي انا اطبق الورقة كمان من الناحية اللي تحت دي تمام وهدوس عليها بره وهبتدي اللي انا اجيب بقى لون مختلف علشان خاطر اعمل اتلحت حركات اه طبعا الولاد لازم يكونوا عارفين موضع الحركات يعني الفتحة بتبقى موجودة فين والكسرة فين والدمة فين طبعا الكسرة بتكون موجودة تحت الحرف والفتحة بنحطها طبعا فوق الحرف وحتدي ارسم الدمة موضوع سهل جدا وبسيط ما فوش اي مشكلة خلاص كده انا عملت الحركات التلاتة هبتدي بقى اللي انا هقص الزيادات معانا في الورقة بالمقص كده وهبتدي امشي على الخط اللي احنا كنا تنينه هنقصه من اليمين ومن الشميل طبعا زي ما اتفقنا انت تقدروا تعملوا النشاط ده مع كل الحروف ممكن تجيبوا كل الحروف وتبتدي تعملوها هم حاجة بس الطفل يكون عارف الحروف كويس بالترتيب ومن غير ترتيب طبعا انا كنت شرحة الكلام ده كله في الكورس اللي احنا كنا واخدينه تأسيس اللغة العربية وكنتم وراه لكم كامل بتقدروا اللي انتو تطلعوا عليه في الفيديوهات كده انا لو جبت الفتحة هنا على البي هتبقى ايه بي بي لو جبت الناحية التانية تضم هتبقى بو ولو ضفت الكسرة هتبقى بي طبعا والولاد بتقرأ معاكم لازم تبقوا واخدين بالكم ان الولاد ما تطولش في زمن الحركات القصيرة لان دي حركات قصيرة ما ينفعش اللي انا طول فيها حشان ما تقلبش معايا بمد يا ما ينفعش اقول ده لا طبعا كده هيقلب معايا بمد زي ما اتفقنا تقدروا تغيروا الحرف اللي في النص دوة حسب ما انت هتبتدوا تمرنوا التفل خلاص الموضوع بقى سهل جدا بتدي كده زبطوا بس شوية عشان هبتدي ادرب التفل عليه عملي قدامكم خلاص كده يلا بينا نروحوا بقى نشوفوا هندرب الاطفال عليه ازاي دلوقتي بقى احنا هنجرب النشاط اللي احنا عملناه مع الاطفال آآ دلوقتي ده اسمه ايه ياد با اسمه ايه با طيب الحركة دي ايه اسمه ايه الحركة دي فتحة طب فتحة بي عليها فتحة تبقى ايه با با برافو عليك طيب الحركة دي اسمه ايه ايه اياد ضمة ضمة برافو عليك تبق عليها ضمة تبقى ايه بو برافو عليك والحركة دي اسمه ايه ايه اياد كاسرة كاسرة طبق تحت ايه كاسرة تبقى ايه بي بي با الحركات دي طويلة والله حركات قصيّرة. 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 برافو عليك. يلا نقولوهم بقى. يلا. بي. قول يلا. بي. 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 برافو عليك شاطري يا يد. طبعا انتو بقى ممكن ان انتو تحطوا اي حرف هنا. وبتبتدوا ان انتو توروا الاطفال الفتح والكسر والضم. زي ما انتم شايفين. ومنتهى السهولة الاطفال هتبتدى ان هي تتعرف على الحركة القصيّرة. هم حاجة بس توضحوا لهم الفرق بين الحركة الطويلة والحركة القصيّرة. يا رب يكون نشاط النهاردة عجبكم وبجد هيعجب القولات جدا. بس يا ريت ما تنسوش ان انتو تقولولي رأيكم في التعليقات. وكمان لو اول مرة تشوفوني وما تنسوش ان انتو تشتركوا معنا في القناة ويا ريت كمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته